الأخت أم محمد من مصر ومحمد الفضلي أيه السلام عليكم عليكم السلام عليكم فضلي باختة الصبر سمحت أشهر الله إزيك يا دكتور حاتب أهلا وسهلا ومرحبا لو سمحت أنا جوزي توفى من حوالي سنة شهر واحد اللي فات أولا بسألكم الدعاء لي بالرحمة والدعاء لي بالصبر المهم هو كان قبل ما يتوفى أحنا كان معنا طفل مريض في فترة فهو جوزي عمله وسيق التأمين ليه هو يعني لجوزي نفسه بس تستحق للطفل لما يبلغ السن يعني السن اللي هو 21 أو 22 سنة بس أنا هي وسيق التأمين على الحياة بس أنا ما كنتش أعرف عن الموضوع ده حاجة فبعدين هو الطفل ده يعني الحمد لله توفى يعني أصلا قبل موالده يتوفى بعدين لما جاء جوزي توفى الشركة اللي هي اللي كان عامل عندها التأمين صرفونا مبلغ يعني فأنا مش عارفة أعمل إيه الخلوس دي يعني يعني أنا مش عارفة مدى حلها أو مش عارفة يعني أعمل طيب تسمع الإجابة إن شاء الله أختم من محمد وإن شاء الله ربنا أرحم الزوج وإن شاء الله يصبركم بإذن الله ويربط على قلبك دكتورنا مبلغ من وثيقة تأمين على الحياة بعد وفاة الزوج ما الحكم فيه طيب بداية أنا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له وأن يرحمه وأن ينور قبره وأن يسعد روحه وأن يسرقل ميزانه وأن يغفر له لموتى المسلمين أجمعين وأن يحسن أعزائكم فيه ويعوضكم خيرا ويعني يخلف عليكم بخير ما يخلفه على عبادي المؤمنين يعني أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الزوج معزورا بعدم علمه وإلا فإن التأمين على الحياة لا خلاف بين أهل العلم على أنه لا يجوز شرعا لأنها معاملة مبنية على جهالة ظاهرة وعلى غرر يقيمه عندما تعاقد الإنسان على مثل هذا العقد لا يستطيع أن يعلم كم سيدفع وإلى كم سيعيش إلى متى سيعيش ومن ثم فإن عقد المعاوضة هذا أحد طرفيه مجهول جهالة تامة والجهالة واحدة من الأسباب الخمسة التي يترتب عليها البطلان وفي باب المعاملات المالية في الإسلام فلعله أرجو أن يكون الأمر كذلك كان جاهلا بهذا الحكم ففعله عن جهالة ومن ثم أصل المال إليكم وأنا أقول باختصار شديد إذا كنتم مستغنين عن هذا المال فخذوا أصل رأس مالكم وتصدقوا بسائره بما زال عن أصل رأس المال الذي دفع الزوج في حياته وإن كنتم مضطرين إليه ضرورة ملجئة لا غنى لكم عنها ليس لكم مصدر داخل ليس لكم وسيلة اكتساب أنت لا تعملين لا أدري ما يظهر فإن كنتم مضطرين إليه فلا مانع من أن تأخذوا منه ما يأخذه المضطر من الميتة أو من المال المحرم ولو كان في الأمر قدر أنكم تتخلصوا من الجزء الزائد عن حقكم أصل رأس المال الذي دفع فتخلصوا منه والله سبحانه وتعالى بفضل ورحمته يخلف عليكم بخير مما تنفقون